أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أغفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه اللهم صل عليه وسلم وبارك وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى أثره وسار على منواله أما بعد أيها الأحبة في الله فهذا هو مجلسنا الثالث والأربعون من مجالس الآداب الشرعية وكان من المفترض أننا قد أسدلنا الستار عن آداب الهاتف ولكن أحيانا يكون الكلام لا بد من أن يشفي والوقت لا يكفي أحيانا يكون الكلام شيقة والوقت ضيقة فلذلك لم نتمكن من أن نعطي آداب الهاتف حقها ومستحقها فبقيت أمور ينبغي التذكير بها والإشارة إلى ضرورة التحل بآدابها كنا قد رأينا معكم في آخر لقاء الأدب التاسع ألا وهو الإفصاح الإفصاح عن الإسم أي التعريف بالنفس وقلنا هذا خلق رفيع لا بد من التحل به بعد السلام يأتي التعريف بالإسم والأدب العاشر كان التحدث في الهاتف بمقدار الحاجة فلا ينبغي أن نجعل مثل هذه الوسائل تفتك بنا وبأوقاتنا وبعض الناس والعياذ بالله يقول كلمة لا يمكن لأحد أن يعربها وهي إنني أقتل الوقت والحق أن الوقت يقتله ومن محاسن ما يذكرنا بضرورة الحفاظ على الوقت لأن حتى حديثنا حديثنا طبعا دايما أذكر المستمعين والمشاهدين أن حديثنا إلى أهل الصلاح خاصة يعني لا بد من أن يتذكر أهل الصلاح الذين يبتغون ضرب النجاح والفلاح أن يتذكروا أمورا مهمة وهي ما يتعلق بالوقت مما يشهد همتنا للمحافظة على أوقاتنا وأن لا نجعلها تذهب منا سدى ما حدث لبعض الفضلاء قديما دخل قرية فأراد أن يدخل مقبرة تلك القرية لعله يعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنا تذكركم الآخرة فإذا به يرى عجبا شيء لم يفقه ولم يفهم سره فيرى مكتوبا على المقابر على القبور مكتوب فلان ولد في السنة الفلانية وتوفي في السنة الفلانية يعني ما يقارب ستين سبعين سنة يعني توفيه من سبعين سنة وهذا مثله وهذا مثله لكن في الأخير تحت كل قبر يكتبون عاش سنة واحدة وفي القبر الثاني عاش سنتين وهذا عاش أربع سنوات فامتلكه العجب فما كان منه إلا أن ذهب إلى حكيم تلك القرية فسأله ما سر هذا فلان عاش ثمانين سنة هذا عاش سبعين سنة ثم تكتبون عاش سنة وسنتين قال يا هذا إنما نزن الأعمار بالأعمال مما ينجزه الإنسان من أعمال فهذا في الحقيقة لم يستفد من حياته ولم يقدم في حياته إلا بمقدار ما يعادل سنة يعني نجتمع ونبحث فلان ما أعماله ما إنجازاته يحسبون لقال سنة أعمال كأنه عاش سنة إنما عمرك ما تنجزه في حياتك من أعمال ولذلك إنسان لا يبغي له أن يضيع الأوقات يجعل هذه الوسائل يعني هي وجدت هنا شيء الذي يحزن هذه الوسائل وجدت لنحافظ بها على أوقاتنا رب سبحانه وتعالى حكم بها الميزان نحن نعلم كلنا جميعنا نعلم أن من علامات الساعة رفع البركة من الزمن هذا أمر كلنا نعلمه رفع البركة من الزمن تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة أي كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالدقيقة الواحدة وهذا أمر كل الناس باتوا يشكون منه قلت ما أعظم رفع البركة من الزمن في هذه الأيام لكن الله عدل الله عدل لا يظلم سيحاسبنا يوم القيامة مع أقوام من بوركة لهم في أزمانهم والله تعالى لا يظلم فكي يحافظ على الميزان كي لا يظلمنا عوض لنا رفع البركة من الزمن بوسائل مستحدثة وسائل السيارة نقطع ما كان يقطعه فلان قديما في شهر نحن نقطعه في ساعتين المكالمات الهاتفية هذه نعمة من نعم الله أن يسر الله تعالى لنا بها وعوض لنا بها كثيرا من الزمن يعني تقضي حاجتك عن طريق هاتف قديما كان يذهب سانة كاملة حتى يقضي حاجته تلك من معاملة جارية أو نحو ذلك إذن وجدت هذه الوسائل لكي نحافظ بها على أوقاتنا فكيف بعد ذلك أذهب إليها وأجعلها تذهب وقتي وتستغرق جزءا كبيرا من يومي ينبغي المسلم أن يكون وقافا عند هذه النقطة أن يستغلها في المحافظة على وقته لا في أهدار وقته فينبغي أن لا نتكلم فوق ما نحتاجه وكان أيضا الأدب الحادي عشر وهو الخفض من الصوت وبينا حينها تنبيهين عظيمين أمر يتعلق ببيوت الله وأمر يتعلق بأخواتنا وبناتنا من النساء والأمر الثاني عشر وهو النغمات قد يسأل إخواننا ونحن إذ قلنا إن القرآن الكريم حرم الغناء والموسيقى في مكة يسأل عن هذه الآيات التي تحدثنا عنها قلنا هناك ثلاث آيات نزلت بمكة آية من سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحاديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوة هذه الآية يقول ابن مسعود كما في صاحب الخزيمة وأصله في سنن الترميذي قال والذي نفسي بيده والذي لا إله إله والذي لا إله إله والذي لا إله إله قد نزلت في الغناء يعني هذا ابن مسعود وتفسير الصحابة له حكم الرفع كأنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام تفسير الصحابة في أسباب النزول له حكم لأحاديث المرفوعة كأنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا معنى الحديث المرفوع كنت تسمع العلماء يقول هذا حديث مرفوع بمعنى قاله الرسول عليه الصلاة والسلام إذن هو قاله صحابي لكنه بمثابة الحديث المرفوع الآية الأولى هذه في صورة لقمان وهي مكية الآية الثانية في صورة الإسراء استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وراجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة هذه استفزز منهم من استطعت بصوتك قال ابن عباس وغيره صوته الغناء والآية الثالثة في صورة النجم وهي مكية أيضا أفمن هذا الحديث أي القرآن تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا قال ابن عباس وأنتم سامدون أي مغنون تقول العرب أسمدين أي غني لنا كل هذه الآية تقول ثلاث آيات مكيات حرم الله تعالى الغناء في مبدأ الأمر ولم يحرم الخمر إلا في آخر الأمر مما يدل على أن هذا أشد المسلم يجتنب استعمال النغامات الموسيقية ثم عرجنا إلى الأدب الثالث عشر وهو استعمال آيات القرآن الكريم وألفاظ الأذان بمثابة رنة موسيقية قلنا القرآن لم ينزل بهذا وفيه استهانة به وربما يقطع الإنسان الآية في نصفها فيفسد معناها والألفاظ الأذن كذلك ربما يقطع الرنة في نصف الشهادة فتكون على خلاف معناها الذي شرعت من أجله كذلك من الآداب اجتناب مكبر الصوت من غير إذن المتصل الإنسان اتصل بك لا تستعمل مكبر الصوت حتى يسمع الحديث غيره كذلك لا تسجل المكالمة المتصل إلا بإذنه وإلا كان هذا داخلا في التجسس واتباع العثارات وتتبع الزلات كذلك وقفنا عند الحذر من القمار وقلنا لا ينبغي للمسلم أن يكون ساذجا بل يكون ذكيا فاطنا لا يتبع مثل هذه الرسائل التي تبعث ربي حكذا ولا ككذا افعل كذا تانال كذا لا الإنسان لا يكون ساذجا يستغل بل يكون فاطنا ويحذر كل الحذر من المشاركة في تلك المسابقات التي تكون عن طريق الرسائل النصية الأسماس هذه يرسل وتعد طبعا بمثابة أنك وضعت مالا يقولك المكالمة أو المشاركة الرسالة ب40 دينار أو ب80 دينار هذه كأنك وضعت 40 دينار شاركت في المسابقة هذا هو القمر ثم يفوز أحدهم بالجائزة هذا هو القمر ثم إن المشاركة في المسابقات قلنا لا تحل إلا بشرط واحد أن تكون لإعلاء كلام الله ولإعلاء شريعة الله وجبنا الحديث ذكرنا لكم الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أي أشياء تعين على إعلاء كلمة الله جمهور العلماء قديما وقفوا عند هذا قال لك لا تحل المسابقة مقابل جائزة إلا إذا كانت في جهات نصل السهم أو رمح خف تعال البعير مسابقة على البعير أو حافر مسابقة على الخيل لكن العلماء كطاوس وعطاء ابن رباح وهو الذي نصره شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم قالوا يقاس على الجهاد بالسنان الجهاد بالعلم والبيان مسابقة العلمية القرآنية الثقافية نجعل جائزة للفائز فيها فقالوا هذا مستحب أيضا بل لا بد منه خاصة في زماننا هذا كله قد بيناه في اللقاء الأخير وهناك أذب آخر نشير إليه احذر البخل لا تكن بخيلا المسلم كريم فمن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أنه يتصل بفلان ويقطع الاتصال ليعيد المتصل به المكالمة فهذا في الحقيقة يدل على لؤمن ولا يدل على كرم والمؤمن ينبغي أن يعمل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فأنت لا تحب لنفسك أن يهضر مالك وأن تستغل فكذلك لا تكن مستغلا لغيرك من إخوانك المسلمين ونكمل إن شاء الله تعالى بقية الآداب بعد فاصل قصير ثم نعود إليكم فجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فعدنا إليكم أيها الأحبة في الله لنسدل الستارة عن آداب الهاتف ببيان أدب آخر ثم نختم الحديث ببيان بعض الأحكام المتعلقة بالهاتف خلاصيما الهاتف الجوان والأدب الذي نختم به حديثا عن آداب الهاتف وهو مراعاة المصلحة العامة فالمسلم لا نطلب ولا نطالبه أن يكون صالحا فقط ولكن نطالبه أن يكون مصلحا وهذا هو معنى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء الغرباء ليسوا هم الصالحين كتسمع هذه الحديث لا تبقى في زاوية متمسكنا وتقول نحن غرباء لا لا نريد هذا النوع من الغرباء الرسول عليه الصلاة والسلام شرح لنا معنى الغرباء فقال الذين يصلحون ما أفسد الناس يصلحون يعني بعزة بقوة وتقوم بدورك وتضع بصمتك في هذا المجدمة والله سبحانه وتعالى يقول والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين يمسكون ما قال شي يتمسكون فقط يمسكون بالكتاب أي يمسكون غيرهم بالكتاب وانظر تتمت الآية إن لا نضيع أجر المصلحين ولم يقول الصالحين فالمسلم بالأصل أن يكون مراعيا لمصلحة الناس والهاتف هذا الجوال الذي تقتنيه أخ المسلم أختي المسلمة ينبغي أن تجعله لا يعارض مصلحة الناس لا يعارض مصلحة المسلمين العامة وذلك له صور فلا تستعمله في المسجد وتزعج به الناس وإلا آذيت المسلمين في أعظم البقاع وخير القلاع وهو المسجد لا تستعمله أيضا في الطائر حتى اليوم كعين تطبيق في الهاتف اسمه نمط الطائرة والعجيب الشيء الذي ينبغي أن نكون نحن سباقين إليه ونأسف نأسف إذا سبقنا غيرنا من غير ملتنا إلى شيء ندعو إليه ولكن لا يسمع لنا ولا ينصط لنا في اليابان لا يسمونه نمط الطائرة إنما يكتبون في الهاتف أخلاق يعني أخلاق تدعوك إلى أن تجعله على هذا النمط حتى لا تؤذيه لأنك إذا دخلت في الطائرة مثلا والطائرة مبنية برامجها وقواعد إقلاعها وسيرها على الإلكتروني يعني الجهاز إلكتروني يتمسك بها فربما إذا تركت جهازك مفتوحا أحدث ذلك عطلا أو خللا في أجهزتها ويعود ذلك بالضرر على المسلمين كذلك لا تستعمله مثلا في محطات البنزين بمجرد ما تصل لا تستعمله تركه مغلقا ولا تتصل بأحد لماذا ربما أحدث ذلك أيضا خللا وعطبا بالأجهزة وكثيرا ما يحدث هناك حوادث معروفة لمن اتبعها إنسان لهذا يتكلم هو يملأ في وقود في الوقود على السيارة فإذا بيستعمل الهاتف فأضرمت النار لأنه أحيانا هذا البنزين خاصة ما يسمى بليسونس هذا إذا كان نوع رفع فهو حساس جدا رب ذرة إلكترونية يستقبلها فتضرم نار طبعا فأضرم ربما مات فيما يبدو من ما شاهدناه فالإنسان يكون نافعا ولا يضر بأحد وذلك يتأتى إذا راع المصلحة العامة ما يقولش يعني هذا القوانين وهذه اللائحات التي تصدر لم يقم بها إنسان كان جالس مثلا هكذا في قهوة واكتبها لا هذه عقدت لها مؤتمرات ومجالس ولقاءات وأيام دراسية ثم يخرجون بقانون وبتوصيات وبتعليمات إنسان لابد أن يعطيها حقها وأن لا يبخص الناس مجهودهم بهذا نأتي على ختام آداب الهاتف ثمانية عشر أدبا ولكن من نافلة العلمي أن نختم حديثا عن آداب الهاتف وما يتعلق به بعض الأحكام نأتي عليها بإيجاز إن شاء الله لعل لا يكون فيها نفع إن شاء الله من جملة الأحكام التي لابد من التعريج عليها وبيانها أن المسلم يجب عليه إذا كان في صلاته مع جماعة المسلمين أو حتى وحده ثم رن هاتفه يجب عليه أن يغلقه طبعا هو من الأول قلنة قبل قليل مراعاة المصلحة العامة بمجرد ما تدخل المسجد تجعله على نمط الأخلاق من اليوم نسموه مع بعض نمط الأخلاق اللي هي نمط الطائرة فإنت هذا الأصل لكن قد ينسى الإنسان أحيانا قد يغفل قد يغفل أو لم يجعله على النظام الصامت فيرن هاتفه بعض الناس يأتيه الآن إبليس ويفتيه فيقول له إياك أنت تحرك في الصلاة تحرك في الصلاة شيء مبطل لها سبحان الله صلي قبل أنت وبعدها وحفتنا فإبليس لا ينسطه إليه في مثل هذا القضاء هذا من ورع الشيطان من ورع الشيطان نسميه بل يجب عليك أن تدخل يدك في جيبك وتسحب الهاتف طبعا ما تشوف شكون وعن الناس يحبي يشوف شكون فتسكر الهاتف تاك ثم تعيده وتترك الناس وتترك نفسك تصلي في خشوع عند الله تبارك وتعالى هذه الصلاة الصلة بيننا وبين الله لا تجعل أحدا يقطع اتصالنا بالله من أجل التصالح هو بك فقد يقول قال كيف الحركة في الصلاة الحركة في الصلاة إذا لإصلاحها واجبة أو مستحبة أحيانا تجب وأحيانا تستحب والنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا لهذا في مواطن كثيرة في سنته فمثلا إذا جاءت النخمة مثلا نخامة لا يجوز أن نبتلعها بعض الناس يبتلع نخامته هذا خطأ الله تعالى جعل لنا مصفات بقوسين للأسف سرنا نفسر العربية بالفرنسية الفيلتر جعل لنا مصفاتا في الأنف الشعيرات هذه تصفي الهواء الذي يدخل لنا فالشعارات تمسك الجراثيم والميكروبات حتى أنت بعد ذلك تتمخطها عن طريق الوضوع غسله وغير ذلك أنت الآن لا شو جاءت النخمة فابتلعت تلك الميكروبات فلا تضر بنفسك الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صاحب بخاري كان إذا أراد أن يتنخم في الصلاة أمسك ثوبه ويتنخم فيه ويدلكه ثم يتم صلاة اليوم مثل المنديل تسحب منديل وتتنخم فيه وتبزق فيه وتعيده إلى جيبك لماذا؟ لكي لا تضر بنفسك إذن أباح الحركة في الصلاة لحفاظه على البدن للحفاظه على العقل للحفاظه على الدين للحفاظه على أي شيء كذلك نار النبي عليه الصلاة والسلام أذن لنا إذا كنا في صلاة وأراد إنسان أن يقطعنا صلاة أن نتحرك ونوقفها لإصلاحها وغير ذلك أن الأمثلة كثيرة وليس هذا موضع بسطي لكن أردنا أن نطمئن المصلية إذا رن هاتفك فاسحبه وأطفئه ولا تترك الهاتف يزعج المصلين ولا تؤذي المؤمنين إذن هذا حكم مهم ينبغي لنا معرفته حكم آخر يسأل عنه كثير من الناس ما حكم مس المصحف الموجود في الهاتف المصحف الإلكتروني الموجود في الهاتف لغير الطاهر الجواب يجوز مسه لماذا؟ هذا لا يعد مصحفا في العرف الشرعي لا يأخذ جميع أحكام المصحف يأخذ بعضها فقط المصحف هو ما كان كتابا بين الدفتين يحتوي على كلام الله عز وجل بدليل أن العلماء قالوا غير الطاهر غير الطاهر إنسان غير متوضع أو كان على جنابة إذا أراد أن يقرأ القرآن أو يراجع القرآن فيمسك كتاب التفسير كتاب في التفسير ويقرأ القرآن الوارد في التفسير لماذا؟ لأنه كتاب تفسير لا مصحف فلذلك يجوز للمرأة الحائد والإنسان غير متوضع والجلم أن يقرأ من المصحف الإلكتروني لا بأس بذلك من الأحكام المتعلقة به أيضا هل يجوز الدخول به يعني الهاتف هذا أو فيه الداخل مصحف إلكتروني هل يجوز الدخول به إلى المرحاة طبعا هي مسألة تتفرع عن مسألة أخرى ليس هذا موضع بيانها لكن الجهاز العبرة بالشاشة إذا كان المصحف ظاهرا على الشاشة فلا تدخل به الأماكن التي فيها استهالة لكن أغلق الشاشة فبمجرد غلقه زال المصحف فالعبرة إذن بظهوره على الشاشة إن لم يكن ظاهرا فيجوز الدخول به إلى الأماكن المستهانة كذلك من المسائل التي يسأل عنها كثيرا وهي حكم شحنه من الأماكن العمومية كاين ما للأمة أيها الناس ما للأمة داعون من أولئكم الذين يجعلون شعارهم الناس يسرقون فلماذا لا أسرق يا أخي الكريم الناس يكذبون هل تكذب الناس يزنون هل تزني الناس يغشون هل تغش جاوب لا دع عنك سلعة المفاليس وتلبيس إبليس واستعن بالله ولا تعجز المال العام لا بد من أن نرائيه وأن نحفظه وإلا دخلنا في الغلول الغلول هو أكل أموال العامة أكل أموال الأمة دخلت المسجد فهل يجوز لك أن تشحن جهازك بكهرباء المسجد الجواب الغالب أنه مأذون به هذا هو الغالب اللهم إلا إذا وجدت العكس لافت مكتوب لا تشحن هنا ما يجوز لك لكن الأصل أنهم ما فعلوا الأجهزة هذا ما بين قوسين اللي اسموهم ليبريز تعالى الكهرباء ما جعلوها في المسجد وأكثر منها إلا لخدمة المصلين يعلمون أن الناس يدخلون المسجد فيريدون أن يستعملوا الكهرباء فأبيح لهم ذلك فالغالب أن نأخذ بالغالب ولا ننتظر التصريح الغالب أنه مأذون به إلا إذا ثبت العكس أي وضعوا لافتة فعندئذ لا يحل شحن الهاتف منه وأخيرا ينبغي لنا نحن المسلمين أن نستغل هذا الهاتف بجميع أشكاله في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فرب كلمة أرسلتها لأخيك المسلم توقظه لصلاة تذكره بشيء يغفل عنه في ذلك الوقت فلعل ذلك يفتح له آفاقا من الطاعة ويكون ذلك سببا من أسباب الشفاعة نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه أكرم مسؤول وأعظم مأمول وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعل الحسن العبقى فالورد تضوى وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى وجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقى حسن